نحن نحكم غزة في النهار وغفار ورفاقه يحكمونها في الليل قالها مشاديان وزير الحرب الصهيوني عن محمد الأسود غفار غزة ولد في السادس من كانون الثاني لعام 1946 في مدينة حيفا وهجر إلى قطاع غزة عقب النكبة انضم إلى حركة القوميين العرب عام 1963 وكان ناشطا في المجالات كفا بعد هزيمة العام 67 أصبح قائدا لأحدى المجموعات في منظمة طلائع المقاومة الشعبية ثم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اعتقل لمدة عامين ونصف العام وأطلق صراحه عام 1970 واصل بنشاط مكثف إعداد المجموعات العسكرية وتولى قيادة العمل العسكري للجبهة الشعبية في القطاع إحدى أبرز العمليات التي كان مسؤولا عنها في السادس من تموز لعام 1971 حيث استطاع رفاقه قتل أربعة جنود صهاينة من خلال استخدام أسلوب الكر والفر في التاسع من أذار العام 1973 حاصر الاحتلال بيتا كان جفار متواجدا فيه خلف مستشفى الشفاء واستعانى بآلاف الجنود والدبابات وغطاء جوي فقاوم مع رفيقيه عبدالهادي الحايك وكامل العمصي واشتبكوا مع قوات العدو إلى أن يستشهدوا ما دفع مشديان للقدوم إلى غزة للتأكد من مقتله بشكل شخصي العظماء لا يموتون بل يخلدهم التاريخ ترجمة نانسي قنقر